ما تزال معضلة إخراج المرتزقة تلقي بظلالها على المشهد الليبي وهي العقبة الأكبر في البلاد خاصة بعد الوعود الدولية بإخراج كافة المرتزقة قبل موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر كان من ضمن هذه الوعود ما جاء متزامنا مع مؤتمر باريس حيث وعد مجرم الحرب حفتر اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 بإخراج 300 مرتزق سوداني من الأراضي الليبية كمبادرة لحسن النية لكن هذه الوعود تكاد أن تتلاشى بعد مرور قرابة شهرين ولم يبقى منها سوى تصريحات متضاربة لأعضاء اللجنة العسكرية التابعين لحفتر حيث أكد مراجع لعمامي أمس السبت أنهم رحلوا الأسبوع الماضي 300 مقاتل من الجنسية السودانية جوا إلى بلادهم موضحا أن هؤلاء هم المعلن عنهم سابقا ضمن مبادرة سماها حسن النيات من القيادة العامة وعلى النقيض من ذلك نفى فرج الصصاع وهو أحد أعضاء اللجنة العسكرية التابعين لحفتر قيامهم بترحيل أي مرتزق إلى الآن وأكد جاهزيتهم لذلك مضيفا أن خطة الترحيل جاهزة والمراقبون الدوليون جاهزون لتنفيذها هذه المفارقة في التصريحات رأى مراقبون أن لها دلالة زمنية وأسباب غير معلنة حيث رأى متابعون أنها تأتي للتغطية على عدم جدية ترحيل المرتزقة إضافة إلى محاولة جديدة لخلط الأوراق على الساحة بعد تعطل إجراء الانتخابات يذكر أن اللجنة العسكرية 5 زائد 5 قد قامت في أواخر العام الماضي بالعديد من الزيارات شملت العاصمة الروسية عقب اجتماع مماثل في أنقرة باستضافة وزارة الدفاع التركية لبحث ملف المرتزقة والأمور المتعلقة بالجانب الأمني وفي وقت سابق أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الرابع من نوفمبر الاتفاق على إنشاء آلية اتصال فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة من البلاد وإزاء كل ذلك يظل السؤال هل ستنجح جهود اللجنة في إخراج المرتزقة من البلاد وكيف؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر